تعالوا نبدأ ببيتسو موسيماني ببيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي موسيماني الفترات اللي فاتت كان كثير من الناس تنتقدوا وخلينا زودلك من البيتشار انه كان الناس شايفة ان ببيتسو موسيماني او حصل تشكيك في ببيتسو موسيماني تشكيك هو مدرب كويس فعلا ولا لا شكله مدرب مش كويس طب يمشي ولا ما يمشيش طب يقعد ولا ما يعودش حالة قلق كده هو ايه طب هو شبع بطولات مع النادي الأهلي ولا عايز ياخد بطولات أكتر مع النادي الأهلي في حالة تشكيك تشكيك دي حالة تشكيك دي كانت حالة تشكيك طبيعية تركز معايا بقى في اللي جاي ده عشان ده مهم جدا عشان يفصل شوية الخناق اللي هي بتاعت ناس حب ببيتسو موسيماني وناس مش حب ببيتسو موسيماني يا أقصى اليمين يا أقصى اليسار لكن في كلام ممكن يتألف النص لما تيجي تقول ان المدرب ده ما عملش مباراة كويسة ده مش معناه ان المدرب مش كويس لا هو زي زي اللاعب فيه كم لاعب في العالم لعبة كبيرة في العالم تنزل مباراة ما بتقدمش كويس محمد صاحبي ينزل ساعات ما بيقدمش كويس ميسي ساعات ما بيقدمش كويس كريستيان ونالدو ما بيقدمش كويس بيب جوارديولا ساعات بيغلص زي ما غيرت المطش لفاية لما غير كيفينت براين في مباراة مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد مثلا يعني فيه مدربين كبار يغلطوا أو ما يبقوش موفقين في مباراة بيتسو مسماني الفترة اللي فاية دي ما كانتش موفق شوي كان واضح بس أبدا ده مش معناه أبدا ده مش معناه ده بقى الرأي اللي هو كان أقصى اليسار أن بيتسو مسماني يمشي لأ راجل ناجح نجاح باهر جدا مع النادي الأهلي لما نقول أن الراجل ما لعبش مباراة كويس أو مباراتين أو ثلاثة أو خمسة ده ما يمحيش أبدا كل اللي عملوا قبل كده أبدا ليه؟ أنه هو الدك الأمر أنه هو مدرب كويس عاش فترة من هبوط المستوى زي المهاجمين كده لما بيسجلوش أهداف لفترة بس يتعرف أنه هو مهاجم كبير فهيسجل عادي النهاردة بيتسو مسماني فنيا عمل مباراة كبيرة في رأي بقى اللي هو الأقصى اليمين بيتسو مسماني ده أعظم مدرب في الكون مش أعظم مدرب في الكون ولا هو أهل مدرب في الكون هو مدرب جيد جدا جيد جدا ممتاز كمان مش أعظم مدرب في الكون ببساطة هو ناجح مع النادي الأهل هو مدرب كويس والأهل كويس والنهاردة مش موضع اللي هو إيه؟ هو دلوقتي تتطلع تقول إن بيتسو مسماني مدرب كويس التمين كام يوم ما كنتش بتقول عليه مش كويس لأ أنا كنتش بقول مش كويس في المطلق أنا بقول لكم ما كانتش كويس في المباراة داية أنا النهاردة بقول إن بيتسو مسماني كان ممتاز في مباراة النهاردة ممتاز في مباراة النهاردة لو لعب مباراة جاية وحشة هقول لأ أنا هصمم على رأيي إنه لعب مباراة كويسة حتى لو هي وحشة ما ينفعش إحنا بنحل المباراة أو بنقول رأينا في مباراة أو عدد من المباريات مش الراجل الراجل نفسه بيتسو مسماني مدرب ناجح ما ينفعش أنا أو إنت حتى لو مختلفين في الرأش حد فينا يقول أنه هو مدرب فاشل إزاي يعني؟ إزاي مع كل الإنجليزات دي يتقالل بيتسو موسيماني مدرب فاشل طيب بيتسو موسيماني النهاردة عمل إيه؟ عشان كده بنقول عليه ومدرب كبير وراعي عشان كسب 4-0؟ لا هو النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة تحدث عن فكرة أنه الأهلي دائما يصنع فرص ولكن لا يسجل ودي كانت مشكلة بالتعييب الفريق الفترة المضاية النهاردة الفكرة مش بس صناعة الفرص الأهلي كده كده هيهجم أي فرقة وهيصنع فرص بس الشكل كان حلو شكل الفرقة كان حلو شكل الفرقة كان حلو ليه؟ النهاردة بيتسو موسيماني لعب 4-4-2 خط الدفاع الرباع اللي في خط الدفاع وقدامه أليو ديانج وحمدي فاتحي ولعب بالأرباع اللي قدام والأرباع اللي قدام كانوا مين؟ حسين الشحات وإحمد عبدالقادر وقدامه طاهر محمد طاهر قدامهم طاهر محمد طاهر وبير ستاو الأرباع دول لو انت فرقت على المباراة تاني أو ركزت في المباراة وقت ما كانت شغالة هتلاقيهم كانوا بيتبادلوا الأدوار والمراكز بشكل مش طبيعي بير ستاو بيسقط تحت شوية تلاقي حسين الشحات دخل قدام تلاقي طاهر محمد طاهر رجع تلاقي أحمد عبدالقادر قدام لا وكمان تلاقي حمدي فاتحي يخش هو اللي يلعب في منطقة الجزاء وبر ستاو طاهر محمد طاهر بيرجعوا فكرة اللي مركزية الزكية اللي عملها النهاردة بيتسو موسيماني أربكت وفاق ستيف اللي مدربهم كان مذاكر النادي الأهلي كويس وده اللي قاله برضو بيتسو موسيماني النهاردة قال أنا لما سمعت تصراحات مدرب وفاق ستيف لقيته مذاكر الأهلي كويس وعارف طريقة لعبنا كويس فالنهاردة بيتسو موسيماني خدع مدرب وفاق ستيف بزكاء ما لعبش احنا كلنا توقعنا أول ما تشكيل طلع إلا هيحصل طاهر محمد طاهر جناح على الشمال حسين الشحات جناح على اليمين أحمد عبدالقادر رقم 10 في النص وقدامهم برستاو مهاجم 4 2 3 1 دخلت المباراة شفنا شكل مغير تماما برستاو على الشمال ده على الورق برستاو على الشمال حسين الشحات على اليمين طاهر محمد طاهر برستاو 2 مهاجمين لكن في حقيقة الأمر الأربعة كانوا مهاجمين الأربعة كانوا بيغيروا الأدوار بشكل رائع جدا دي أو ده خداع زكي من مدرب زكي معتدين منه في المباراة الكبيرة أنه عنده تريكات عنده لمسات ده اللي عمله بيتسو موسيماني النهاردة في علامة صحة كبيرة لبيتسو موسيماني صحة كبيرة وتغيراته حتى النهاردة كانت تغيرات منطقية وزكاية الراجل النهاردة عمل مباراة كبيرة وهو مدرب ناجح ده برضو مش معناه أن أي حد هيقول كده النهاردة يبقى بيغير رأيه اللي قاله من كام يوم لما قال أنه في بعض المباراة الأهلي قدها بشكل مش جاهد تحديدا في الدولة المصري يعني لما المباراة تخلص تعادل والأهلي ضيع فرص أو الأهلي ما يعملش مباراة كويسة هنطلع نقول إزاي أن المدرب كان عامل مباراة كويسة ده مش منطقي بيب جوارديولا أعظم مدرب في العالم لما خسر من ريال مدريد إحنا هنا في مصر محللين ومتابعين ومشجعين قلنا لأ بيب جوارديولا كان غلطان إزاي يخرج كيفين دي بروين قدام ريال مديد وإزاي يخرج رياض محرز إحنا ننتقد بيب جوارديولا فعادي ننتقد بيب جوارديولا زي زي أي لعب زي زي أي مدرب بيحصل يعني لكن تاني في دايرة كبيرة هو في دايرة كبيرة بيب جوارديولا مدرب كبير جدا هو أهم مدرب في القرى الأفريقية في الوقت الحالي وهذا لا يعفيه من الانتقاد وهذا لا يمنعنا من الإشادة به لما يجيد بشكل رائع زي مباراة اليوم دا الكلام الموزون فيما يخص بيت سمو سيماني الناس بقى اللي هي بتاعت أقصى ليمين هي حرة الناس اللي هي أقصى اليسار هي حرة بس دا الكلام المنطقي اللي ينفع يتقال على بيت سمو سيماني النهاردة هكمل لكم كمان حاجات فنية في المباراة بسأولكم تصريحات بيت سمو سيماني بعد هذه المباراة قال إن هذه هي كرة القدم ويجب أن نتعلم من الدروس السابقة أهضرنا العديد من الفرص في المباراة السابقة وهو ما لم يحدث اليوم لدي خبرة كبيرة وكان يجب علي حل مشكلة إهضار الفرص السهلة رغم صناعة العديد من الفرص وتحسننا في ذلك اليوم أشعر بالقلق حينما لا نخلق الفرص لكن حينما نصنع فرص عديدة ونهدرها لا أقلق بنفس الشكل لأننا نصنع فرصا ونصل للمرمى الخصوم وهذا دليل على تفوقنا وعلى الأداء الجيد كمان نتكلم على بيرستاو محمد شريف أنهم عادوا للتسجيل اليوم بعد غياب طويل وقال نضاء أمرهام وهو ما نحتاجه من مهاجم الفريق وقال كمان أعطيت فرص عديدة لبيرستاو في الفترة الأخيرة ولكننا وسجل في المباراة الأهم وهي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هدفين مستحقان لهم قال كمان أنه فوكس طيف فريق جاي للغاية وشكل علينا بعض الخطورة أثناء المباراة لم يكونوا محظوظين بطلق بطاقة حمراء ولكننا استفدنا من ذلك كثيرا قال كمان طلبنا اللعابين أن يواصلوا الضغط بقوة من أجل تسجيل العديد من الأهداف في الشهوة الثانية حتى بلوغ 3 دقائق الوقت بدل من الضغط كنت أؤمن بأننا يمكننا تسجيل المزيد لم نحسم التأهل بعد هناك العديد من الفرق التي فازت ذهابا بربعية ثم خسرت إيابا بخمساعة يجب علينا مواصلة العمل والتركيز وده كلام منطقي يتقال من الموديل الفني عشان يحفز اللعبين وما يخلهمش يروحوا يلعبوا مباراة هناك باستهتار مهم جدا الأهل يلكس فيه مباراة العودة لأسبوع القادم عشان يضمن بنسبة 100% أنا في رأي أنه ضمن بنسبة 100% طبعا الكلام في الكورة ما فيهوش 100% بس الأمور واضحة لا شكل الخصم يقلقك ولا النتيجة قليلة فالأمور تقريبا محسنة